بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد وتحت رعاية محافظة درعا ولجنة المصالحة الوطنية والأصدقاء الروس أقامت مديرية التربية بدرعا بالتعاون مع بطرياكية أنطاكيا للروم الأرثدوكس وسائر المشرق احتفالا فنيا حاشدا وذلك في مدرسة الشهيد اسماعيل أبو نبوت للتعليم الأساسي بحضور رسميا وشعبي هذه الفعالية إلى معاني كثيرة نحن اليوم نركز عليها وكما قال السيد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد نحن اليوم بحاجة إلى معركة فكرية فزمن الحرب أو انتهينا من الحرب وانتقلنا هذه الأيام إلى أيام معركة فكرية ثقافية اجتماعية بامتياز ومسؤولية هذه الطلبة ومسؤولية هؤلاء الطلبة وكانت هناك فعاليات فنية وإلقاء كلمات كلها تحدثت عن الحزب والوطن والقائد هذه المدارس التي أرادوا لها أن تدمر أرادوا لها أن تكون مكان للقتل هذه المدارس التي شهدت استشهاد الكثير من الأطفال اليوم تنهض من جديد بدأ العام الدراسي بداية رائعة جدا التجهيزات كاملة التلاميذ مستعدون للتفوق برغم كل الصعوبات وبرغم الحرب فالحياة مستمرة والمدارس يتابعون عملية التحصيل العلمي كني ثقة أن هؤلاء الأطفال لهم دور ريادي في مستقبل سوريا المجدر لدي الانطباع الممتاز وأدهشت بالفعالية المنظمة في مدينة درعا العمل الأساسي هو بناء الإنسان من خلال هؤلاء الأطفال من خلال بسمة وفاحة الطفل علينا أن نبدأ بهذا الطفل لذلك يجب أن نحشد كل الطاقات والإمكانيات من أجل طفلنا لأنه هو أمانة في عناقنا وهو المستقبل لنا كانت رسالة موجهة من أطفال مدينة درعا إلى كل العالم نحن سنعيش للمستقبل لنبني أرض هذا الوطن تضمن الاحتفال عدة كلمات خطابية أكدت على صمود الشعب العربي السوري وأبنائه لسيما طلاب العلم الذين تحدوا الإرهاب بالتصميم والإرادة إضافة إلى عدة لوحات فنية غنائية وشعرية حابت أني أطلع جدام العالم وأفتخر بحالي وهيش وهم عم بيدربونا إحنا كثير مبسطنا وحبينا الجو ومبسطنا كثير معهم ويوم اطلعنا إحنا حسنا حالنا أنه شيء جينا اليوم شان نشارك بالحفل وننبسطنا وأصدقائنا حبينا نشارك فيها شاركت اليوم قدمنا فقرات كثير حلوة لنستقبل أصدقاء الروس اللي يجوا اللي يساعدونا أنا كثير مشكرا أنه اللي سيساعدوا سوريا اختتم الحفل بتقديم هدايا لأبناء الشهداء الذين سطروا أروع ملامح البطولة والفداء بهدف زرع البسمة والفرحة على عيونهم الصغيرة التي ترسم أمل الغد موسيقى